بسم الاب والابن والروح الكدس المجدول الاب والابن والروح الكدس الآن وكلها وان وإلى ظهر الدور كلها آمين هنحفظ مع بعضنا النهاردة آخر جزء في ارباع النقص كنا خدنا آخر حاجة المرة اللي فاتت خدنا آخر رابع اللي هو بتاع الأنبا مكاريوس وأولاده لباس الصليب أحباء المسيح فالنهاردة آخر جزء وهو المفروض نقول هيتن برسفية بس فيه ربعين بيتضافوا في ربع نقوص في حضور إلى أب الباتريارك أو المترانة أو الأسكف لو موجود متران لازم أقول البابا الباتريارك الأول لو موجود أسكف لازم برضه أقول البابا الباتريارك الأول تمام لو البابا الباتريارك موجود طبعا ده أكيد لازم نحن نقوله تمام لكن حاجة أساسية نحن نقول أب الباتريارك هنحفز الأول للربع الباتريارك بعد كده نحفز المتران والأسكف وبعد كده الختام الختام اللي بيتقال في حضور الأب الباتريارك أو الأسكف أو المتران بيتقاله ولو مش موجودين بيتقاله آخر ربعين نيجي عند الربعين دولة وأعرفكم احنا نقولهم ازاي الحضور الربع بتاع الباتريارك ماشي تنتي هو ايروك تنتي هو ايروك أو ايو سيوس أو ايو سيوس استريك آخر ربعين دولة وأيو سيوس بابا آفا توادرس بابا آفا توادرس بيارش إرفس ما تغروف هجين بيفسرون هجين بيفسرون هجين بيفسرون هجين بيفسرون أول كلمة تني تنتي هو ايروك أو ايو سيوس استريك آريه بأنخ بابا آفا توادرس بابا آفا توادرس بيارش استريك آريه بأنخ استريك آريه بأنخ امبن بطري يارشيس امبن بطري يارشيس نسمع من الأول ده الجوز الأول هو اللي هو بالهزيس تنتي هو ايروك أو ايو أو سي أو أو سيوس استريك آريه بأنخ بأنخ بطري يارشيس بابا آفا توادرس بيارش إرفس بابا آفا توادرس بيارش إرفس نسمع من الأول تاني تنتي هو ايروك امبن بطري يارشيس بابا آفا توادرس بيارش إرفس ماتا غرف هجن بي فسرونس ماتا غرف هجن بي فسرونس كمن مره آخر buy ماتا غرف هجن بقوله لاي يعني البابا بنقوله بنقوله يعني ماتا غرف الأول ماتا غرف هجن يعني سبّته على كورسي ماتا غرف هجن بيفسرونوس كلمة اسرونس يعني كورسي اسرونس بنقول سبيته على كورسي فأنا الكلمة تثبت على كرسي بقوله للمطران اللي ليه كرسي للأسكف اللي ليه كرسي يعني أسكف وبروشية المطران اللي هوبروشية لكن الأسكف العام هقوله بي من ريت انت باخر السوس ودي هنشوفها في الربع اللي جاي نقول للربع بتاع البطرق دي سابتة لازم أقول متغروف تمام ده الربع بتاع مين الأب البطرق تعالي نحفظ مع بعضينا الربع اللي بيتقال للأب المطران أو الأسكف الكلمات هي هي بتاعت المطران هي هي بتاعت الأسكف بس فيه كلمتين مختلفتين بي مترو بوليتيس للمطران بي أبيسكوبوس للأسكف يبقى بي مترو بوليتيس للمطران بي أبيسكوبوس للأسكف تعالي ناخد أمثلة ننبفك شفير ننبفك شفير إن لي ترغس إن لي ترغس ننبفك شفير اللي ترغس بنيوت الثواب انزيكي اوس تعال ناخد مثال آفا بخوميوس عارفين الأنبا بخوميوس اللي كان قائم مقام البطريارك ده متران فهقول آفا بخوميوس بيمتروبوليتيس آفا بخوميوس بيمتروبوليتيس طب آفا بخوميوس ده متراني البحيرة بدا ليه كرسي خاص بش متران عام ما نفعش يبقى فيه متران عام لا هو اوسكف عام لكن ما فيهش متران عام بيمتروبوليتيس خلاص هاولي بقى ماتا جروف هيجين بيفسرونوس ثبته على كرسي طب تعال لو فيه اوسكف عام بقى لو ليكن الانبا بفلي مش اقول ماتا جروف هاول بيم من ريت انت بيخرسطوس عشان الانبا بفلي اوسكف عام تمام لو فيه اوسكف بقى اه كرسي هقول ماتا جروف هيجين بيفسرونوس وليكن نجيب الانبا مثلا نقول مسلا الانبا مين الانبا كرولوس تعديل مرمينة او مسلا مش مجمع معي اسكوف وليكن الانبا صليب تعمية غمر الانبا صليب في الانبا صليب بتاخلينا في الانبا صليب تعمية غمر تمام في البيت الاسكفة بقى اي اسكوف عمومي بقول بي من ريت ازاي مثلا الانبا رفاقيل الانبا موسى الانبا بافلي دول اصاقفة عموميين نقول كده الانبا بخميس المطران الاول بعد كده نقول اصاقفة التانية اصاقفة التانية اصاقفة التانية تعالوا نقول اسم اصاقف بس ماتا جروف يعني اصاقف مسئول عن ابروشية معين احنا زي ما قلنا الانبا صليب الكلمات هي هي بس هقول الاسم مختلف وهو البيئة بسكوبوس تمام وهو الماتا جروف نبا بكشفير اللي ترغو اصبينياتيث اوابنذيكاوس افاصالي ببيسكوبوس ماتا جروف هيجن بفاسرونوس افاصالي ببيسكوبوس ماتا جروف هيجن بفاسرونوس اول ما شوف الاسكوف مكتوب اسكوف المنطقة الفلانية تمام يبقى اعرف ان ده الدوت كده صاحب كرسي يعني سبتنقول سبته على كرسي لكن بنقول مثلا اسكوف المنطقة اسكوف العام للمنطقة الفلانية مثلا الانبا بوفلي الاسكوف العام للمنطقة المنطقة 五point فده اسكف عام الانبر فقيل نفس الحكاية تمام نسمع كده الاساقف العموميين زي وزي الربع اللي فات بس هنا بقى الاختلاف انا قلت افا كل بس في ناس لكن انبا بافلي احنا قلنا في التسجيل اللي فات حبيب المسيح احباء المسيح هقول كمان مرة لسكف العموميين ننبف كاشفير اللي ترغو اصبني اوتث وابن ذيكاوس افا رفايل بي بسكوبوس بي من ريت انت بي خريستوس كده خدنا امثلة للمطران والاسكف الكورسي والاسكف العمومي اخر الربعين باختم بيهم اربع النقوس السنوي لو موجود الاب الباتريارك هقول الربع دي بعد كده اختم هيتين بريزبيا لو مش محدش موجود من الباتريارك او متران اوسكوف بعد اربع النقوس العادية باختم هيتين بريزبيا هيتين بريزبيا ان تاتي ساوتو كوس اسقواب ماريا ربع للسيدة العزراء هيتين بريزبيا ان تاتي ساوتو كوس اسقواب ماريا بشويس اري اهمت نان بي كو افول ان تاني نوفي هيتين بريزبيا ان تاتي ساوتو كوس اسقواب ماريا بشويس اري اهمت نان بي كو افول ان تاني نوفي اخير رب اسرن هو سيروك نم بي كيوتين اغا سوس اسرن هو سيروك نم بي كيوتين اغا سوس نم بي بني فما اسقواب جي اك اي اك سوتي امن اسرن هو سيروك نم بي كيوتين اغا سوس نم بي بني فما اسقواب جي اك اي اك سوتي امن نسمع؟ تمام؟ بكده ده اخر ربع في ارباع النقوس نتمنى ان انتوا تكونوا حفستوها ولو في اي ملحظة او اي استفسار ممكن تكتبونا وتبعتونا يارب ان تكونوا استفدتوا ويريد نحتم شوية علشان ان شاء الله لما نرجع الكنيسة نبقى حفظين ويريد لما نيجي نحفظ نحفظ بدقة ونحفظ بروح الصلاة بش بروح ان انا انا عايز احفظ عشان اقول لأ بنحفظ علشان كلنا نشارك في الصلاة اثناء رفع البخور عاشية او رفع بخور باكر او الصلاة الاوداس شكرا خالص لمتابعاتكم والاهتمامكم السلام شكرا خالص لمتابعاتكم والاوداس شكرا خالص لمتابعاتكم والاوداس